السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة يوميات وشيوات أم آدم اليوم سوف نحضر معكم تحلية جيدة رائعة والديدة بمضاق الليمون أو معي بش عرفوا على المكونات بالنسبة للمكونات نحتاج نصف لتر من الحالب ملعقة ونصف سكر حبيبات ثم ملعقتين كبيرتين لك خيم باتيسخي نضيف حالب ملعقة ونصف سكر حبيبات ثم نضيف المعلقة لك خيم باتيسخي ثم نضيف المعلقة لك خيم باتيسخي يمكن أن يعودها بك خيم باتيسخي ثم نضيف الك خيم باتيسخي لك خالط يكون هذا المعلقة جيدة رائعة ومكونات بسيطة جدا ويتحضر في دقائق لا يتطلب منه مجهود أضفت جوجة ساشي وفلون نضيف طراب اليدوي ثم نضيف المكونات بحليب لكي نضيفه فوق النار بالصراحة هذه الحليبة فهي تعجب الكثير من الأطفال وحتى الكبار تجعلهم لأنها تجعل جيدة وتعطي شكل راقي وضع الخالط وضع الخالط ونزيل لك خلق ودخل نحصل على خالط خليط قليلا لا نجعل حتى يختار كثيرا نوجد الكيسان التي نوضع فيها تحلية كما تلاحظون في الخالط لا يخاطر كثيرا يجب أن يسهل عليها نصبه في الكيسان ونوضعتهم على هذا الشكل لأنني أريد أن أخذوا نضيف طبقة ثانية للعنصر هو الليمون نحاول نفرق الخالط على الكيسان كما تلاحظون هذا الطبقة الأولى نضيف مضاق البانان يعطيها مضاق زوين نضيف مضاق نضيف مضاق لتضيف مضاق لتضيف مضاق طبقة ثانية تكون من نصف لتر الليمون فلوم فاني ملعقة ونصف ثقر حبيبات ملعقتين كبيرتين كريم باتيسخي كرام يمكن استعمال الليمون هنا وضعت سنيدة حبيبات ثم نضيف ملعقتين كبيرتين كريم باتيسخي كما قلت لا يوجد كريم باتيسخي ممكن أن يستعمل ونصف ويستحسن ان تستعملوا الكريم باتيسخي فهو يكون يعطي واحد للبنة احسن من النشا هنا وضعت واحد فلون فاني نخلط الخليط بطراب اليدوي وضعه على نار معتادة وضعه على نار معتادة لا يكون خفيف وضعه نضيف الطبقة الثانية على الطبقة الأولى ان شاء الله سوف يأخذوا واحد شكل رائع نستمر بهذه الطريقة حتى نملأ الكوكوس مزيان وكما تلاحظوا خاص الخليط كما وجدته فوق النار غير توجده سوف يكون تكبوه مباشرة على الطبقة الأولى كما تلاحظوا سوف نستمر بنفس الطريقة بعد ما سوف نملأهم كاملين كذلك سوف ندخلهم للتلاجة باش انهم يشدوا فراصهم ثم نزينهم باش ما بغينا ونقدر نخليهم بحلاقة اذا الشكل الطبقتين بجوج كيجي رائع لاحظوا الطبقة الأولى ثم الطبقة ديال الليمون كتعطيه واحد شكل اللي هو راقي فعلا كان هذا هو الشكل النهائي ديالتحلية ديال اليوم كنتمنى تجربوها في هذا رمضان ان شاء الله لان فعلا كيجي شكل ديالها راقي لاحظوا الطبقتين الطبقة الأولى والطبقة ديال الليمون فهي كتجي رائعا في المندر وانا زوقتها بهذا الشكل هذا انتو ما زوقوها باش ما بغيتو واللي عندكم موجود في الدار اذا إلا عجبكم الفيديو ببرتاجيهم على الأصدقاء ديالكم والحباب ديالكم وما تنسوش انكم تشاركو في القناة الى كنتو اول مرة تشوفوا القناة ديالي ومع فيديو قادم ان شاء الله وبصحة وراحة اشتركوا في القناة